طيب ليه دايماً يعني أو مش دايماً ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني جمع بين إفشاء السلام وبين إطعام الطعام؟ هي الفكرة إن دي قيمة ودي قيمة إفشاء السلام أول القيم التي أخبر عنها رسول الله والتي أمر بها لأنه إفشاء السلام هيعمل سلام مجتمعي وإفشاء السلام هو اللي هيترتب عليه الأمن إفشاء السلام أنا بقول للكل اللي يشوفه السلام عليكم فبهذه الكلمة بقول له أنا بسلمك أنا مش جاي حربك وأنا وأنت في سلام وهو يلقي ويرد عليه السلام ويقول وعليك السلام إذن أنا وأنت في سلام فيتوفر بهذا السلام المتبادل السلام المجتمعي ما فيش حروب بنا مع اختلاف ربما ديانتنا مع اختلاف أعرقنا مع اختلاف طبعنا مع اختلاف عدتنا وتقالدنا مع اختلاف أشكالنا وألواننا إلا أن كلنا بيننا السلام الذي يسود به السلام المجتمعي ثم بعد ما بيننا أمان وسلام وأمن نبدأ نبحث عن الحياة كيف نحيا؟ لا تكون الحياة إلا بأن نطعم الفقراء والمساكين فالإضعام هو الذي يحافظ على ربقة الحياة في نفس الإنسان حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فطالما أمن الإنسان على نفسه ووجد من الطعام ما يقيم به أودة فبهذا يكون قد تحقق له الخير كله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحزافيرها ومش محتاج من الدنيا أكتر من كده الأمن والعافية في البدن وقوت اليوم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس جميعا بأن يغدقوا في إطعام الطعام وأن يحرصوا على إطعام الفقراء والمساكين ويفشوا إطعام الطعام طب ليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختصة بهذه العبادة التي هي إطعام الطعام في أول حديث لما راح المدينة لأنه عايز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظمتها ويبين لنا أنه لو فعلناها تحقق للناس الأمن والأمان وتحقق لهم الشبع وتحقق لهم الري فعاشوا في استقرار ورخاء الفقير لو لم يأخذ من الطعام ما يستطيع أن يحافظ على حياته فسيفسد في الأرض وسيقتل الأغنياء وربما ترتب على ذلك أنه يموت جوعا والله سبحانه وتعالى يحاسب من كان بجواره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا لقد خاب وخسر يا رسول الله من هذا الأبعد قال من بات شبعان وجاره إلى جواره طاون وهو يعلم اللي بات شبعان وجاره جعان فهذا لم يتحقق من الإيمان في قلبه شيء ليس فيه إيمان لأنه لو كان مؤمن ما كانش ساب جاره يعني هو بنبدأ الحاجة اللي يتخليه يشوف الدين الإسلام صحيح والدعوة الصحيحة يعني البداية أنه نفش السلام ونطعم الطعام قبل حتى مسألة الصلاة قبل الصوم يعني الحفاظ على النفس البشرية ربما كان مقدم على مطالبة هذه النفس بالصلاة والصيام والعبادة لأنه لا استقر ولا يقبل الإنسان أن أوجهه وأكلفه وأن أمره بأوامر الله أبلغه وشرع الله ما لم يكن قادر على أن يكون قادر على الفهم قادر على الاستيعاب قادر على العمل وبالتالي الإطعام مقدم على العبادات وعلى كل شيء